بيقول في العمارة التي اسكن فيها العمارة يعني ان يسكن فيها دائما ما تحدث مشاكل مع جرتي وابنها هو دائم السب بالدين والتلفظ بألفاظ بزيئة وسمعت يسب الدين لمن في العمارة كلهم فهل لي ان اوجه رسالة الى امه بان هذا لا يجوز او لا والله يصلى على الرسول صلى الله عليه وسلم انا ارى ان انت تأتي بهدية وتقدمها لهذا الشاب تصفحه وتبتسم في وجهه وتقول له احنا جيران وجيران لهم حق وتقدم له هدية تتناسب مع شخصيته وسنه ولا تكلمه في شيء ثم تغيب فترة كده وتقوم تقدم له هدية تانية غير الهدية الاولى وبعد الهدية الثانية تقول له يعني انت شاب محترم وابني ناس محترمين وانا افتقدتك في المسجد وابدينا نتشرف ذيك في المسجد ايه رأي حضرتك تيجي معي الوقتي وانت رايح الصلاة يقول لك ماشي يا عمه ان شاء الله هيكون هذي طب جزاك الله خيرا شكرا لك وامشي واغيب ثلاثة ايام اربعة ايام واما يقول له تانية يقول لي حاضر هذي اغيب ثلاثة ايام اربعة ايام وقول له رابع وخامس وسادس حتى اخذ بيده الى الله وادع لنفسه اله وانا ساجد في قيام الليل الثلثة الاخيرة من الليل ان ربنا يهدي الهداء بيدي من بيدي الله والرسول الله سبحانه كان يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين فلدا اللي بسب الدين ده وبيتطاول على الناس ربنا يهديه والله ممكن يبا احسن مننا الف مرة راجل وزوجته مشيين التقوا بسيدنا عمر بن الخطاب يوم ان كان مشركا كافرا ها فعمت صباحا عمت صباحا قال قالت المرء اللهم اهد عمر الى الاسلام فضحك زوجها ساخرا هلت بتضحك ليه علامة تضحك قال والله لو دخل حمار الخطاب الاسلام ما دخل عمر من الخطاب الاسلام ده مستحيل وما علق على المستحيل فهو مستحيل سبحان الله فيدخل عمر من الخطاب الاسلام ويكون افضل رجل في الامة كله بعد سدة النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر الصديق فالهداية دي بيد الله وليس هناك شيء على الله عزيز وان شاء الله بفضل الله ولن واخرا ثم بركت دعاءك ودعوتك وإكرامك واخلاقك هذا الشاب سيهديه الله